المنتخب التونسي نفسه حائط صد ضد كل ما هو زنبي الدفاع التونسي بدى مهلهلا ومفككا وقليلا سراما لكن المثلوس تكفل كعادته بترميم ثغارات بتدخلاته التي تعددت أمام المد الهجومي الزنبي الذي بدى حائرا أمام حارس برتبة الدفاع بأكمله في الشوط الثاني واصل المنتخب التونسي تيهانه ليستغل مايو كذلك موقعا الهدف الأول في الدقيقة التاسعة والخمسين بعد الهدف تحرر مايو كا وكان قريبا من توقيع الهدف الثاني لو تمدد بطوله ولم يضم انتظار التونسيين طويلا إنها الدقيقة السبعون التي ارتفع فيها نسق المنتخب ليعدل العكاش النتيجة وليتغير معها الأداء إلى النقذ الإيجابي المساكني يقوم بضبط الإحداثيات واضعا الكرة فوق رأس الشيخاوي الذي وقع هدف الفوز وقتل كل الأحلام الزنبية في الدقائق الأخيرة من المباراة لتبرهن نسور قرطاج أنها تصاب لكن لا تمنع من التحليق ترجمة نانسي قنقر